السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دي صمودي هالنهار ان شاء الله نتحدث له واحد ثلاثة الأشياء اللي كتجعل أونثى الأرنب ما كتولدش أول حاجة ممكن أنه تجعل الأونثى دي الأرنب ما تولدش وهو واحد وجود الفئران وجود الفئران إما في القفص أو في المكان اللي كينين فيه الأراني خاصكم تعرفوا باللي وجود الفئران في المكان أي كان من نوع دياله إما الفأرس الكبير أو الفأرس الصغير اسمو كيوقع اللي كيوقع هو أنه الأرنب بالطبيعة دياله أنه حساس و حساس بزاف بزاف وكيخاف وخواف بزاف واحد درجة ما كتتصوروهاش هو يخاف من أي حاجة يعني غي غي لا تبدل إليه الإنسان لمرافقه ديما كيخاف حرك عد الفئران، الفئران مني كتكون في البلاس اللي فيها الأرانيب اسموكيوقع وجود ديالها فهو بمثابة ضاجيج وعدم استقرار بالنسبة للأنميب سمو كتلقى الأمهات كترميز صغار ديالها قبل وقت الولادة إذن سمو خسنا نديره خسنا وفي الحقيقة نهضره على علش بعدها كينين الفيران كيكونوا في حداء الأراني السبب هو وجود الأكل ديال الأراني لأن الفيران اسمو كتبغي كتبغي الخبز جاف مفيد للأراني ولكن منين كيشوفوه الفيران تجامعوا مثلا في أحد البانيو وهما أحد الخنشة ولا منين كيلقاوه كيمشيو له كيبقاو أنهم يمشيو لهذاك الماكرة دياله وعوتني كينات الفيران كيبغو تا السكاريم ديال الأراني كتلقاوهم بتاقبيل الخنشة وكتلقاوهم كيبغو يأكلوا منها يعني السكاريم ديال الأراني تهوك يبغيوه الفيران إذن أول حاجة خصنا نقوم بها وهي إبعاد هاد الأكل عن مكان والتخصيص واحد المكان ديالك تخزين ديال الأكل دياله خاص محد المكان بش تخليوا مع القفاص ديال الأكل زي ما بش يجيكم قريب لا حيدوه خليوا خليوا البراسة ديال الأكل مثلا شي خنشة فيها السكاريم ولا شي حاجة ديال الخوبز كلم ولا حطوف واحد جيها بوحده ما تخليوش مع الأراني ثاني حاجة خصوم تديروها في الحقيقة وهي تخلص من الفيران طريقة معروفة إما مصيدة من صيادة اللي كيديروها اللي كيبنيوها لهم أو ذيك اللسقاء الخاصة ديال اللي كيلسقوا بها الفيران أنا اللي بغيت نتكلم عليه وهو ما تديروش هذوك المواد السامة مثلا واحد الغبراء كيديروها ولا على حسب الأرانيب لأنها ممكن أنها ضرحت الأرانيب يعني المواد السامة عفون كيديروها على حسب الفيرانيب حاولوا أنكم ما تديروهاش لأنها ممكن ضرحت الأرانيب هذا من جهة أما السبب الثاني وهو اللي يمكن يجعل الأنثى ما تتولدش وهو السمنة السمنة رغم التلقيح ديالها من الذكر لأن السمنة مكدير السمنة هي عبارة عن آش عبارة عن شو حوم متراكمة في المابيت متراكم في المابيت سموكي وقع أنه دكس الشو حوم أنه يكون متراكمة ما تخليش السائل المنوي أنه يوصل للمنطقة اللي غادي يحدث فيها الحم يعني كيبقى غير الأبراء بالتالي ما كيحدش الحم فكم من المربين كيبدلوا الظكار ظنن منهم أن المشكل كان في الظاكر فكيوقعوا في واحد الحيرة يبقى يقولوا يكما تذكر هو اللي فيه المشكل كينشوف تذكر على والو هو يرى المشكل كان فسمنة لأدات السائل المنوي مايوصلش لمنطقة عديل المابيل هذا من جهة أخرى كينعوتني واحد السبب أخر وهو السبب الثالث وهو وجود خلل في الهورمونات عند الأنفى كتكون هي من صغرها هي في هذه المشكل بحيث توجد بعض الحالات كتجعل الأنفى دي الأنفى ما كتولدش رغم وصول هالسن دي البولوغ يعني 6 شهر فوق ورغم الحجم ديالها المتوازن كتقولوا صافي دراها الحجم ديالها ممكنش على الصافي غادي تولد ورغم تلقيح ديالها من الظاكر فإنها يعني ما كتولدش علاش لأن هناك وجود خلل إما كيكون وراثي أو خلقي إما الدية عند أمها أو كيكون خلقي مزيود فيها هكاك ما كتولدش واسمو السبب هو كيكون نقص ديال واحد الهورمون سميته التستسيرون هورمون التستسيرون فهذه الحالة سمو خصنا نديره مش هنقوم نتفرجوا فيها ونخليوها تاكل الماكلة هاتم ما غا تولي مخسرانا خصنا نتخلصوا منها وذلك إذا تلقحت ثلاثة المرات متابعة هلاش بتقولها ثلاثة المرات ثلاثة ثلاثة شهور ويا كتتلقح كل شهر وما كتولدش عرفوا را كين تم مايا شي خالل كين خالل ما كينش الحمل صفي ما خصش نخليوها مع القاطع علاش لأنها غدي تخسر المربي لأنها كتاكل مقياس يومي ديالها من السيكالي وفنبس الوقت خصنا نستنفعوا منها كيفاش نستنفعوا منها خصها تولد ولما كانش كتولد إذن الماكان المخصص لها ممكن أن خصنا نحيدوها ونعوضوها بوحد الأنثى أخرى اللي كتولد اللي ولادة نحن نقولو الأنثى ولادة إذن في حقيقة من المستحسن إنكم تسمنوها وتبيعوها على أساس الوزن ولكن ماشي على أساس الكسيبة باش ما يوقعش المشكل المربي آخر إذن هذه الحلقة ديالنا ديال هاد النهار حلقة مفيدة الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركو معنا تسكيوا على زر جام باش تسندونا كمشكوكم على التعاليق طيبة ديالكم تسكيوا على زر الجرس كي يصلكم جديد يلي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة